هذا العام سوف نبدأ بعقد جديد ويكون فيه عاد جديد فيه انخراط للعالم الاسلامي مع البلاد المتحدة على مستوى عالمه وكذلك انخراط العسكري الذي كان فيه المنطقة الشرق الاوسط ومن اجل لذلك كان هناك تحول في الحضور الامريكي وكذلك في اكاديمية ويستبوينت فان رئيس اوباما اقر بحدود القوات العسكرية لادارة امريكية في المنطقة وقال بان القوات العسكرية والعمل العسكري لا يمكن ان يكون فقط الحصر الوحيد في حسم الامور ولذلك فان القوات العسكرية لا تعني انها ستحل كل المشكلات وكذلك اكد بان الولايات المتحدة تدعو الى عمل جماعي من خلال الديبلوماسية والتنمية باجل الحفاظ على النظام الدولي والكرامة الانسانية وكذلك لتعريف السياسة الخارجية الامريكية ان هذا العمل الاستراتيجي تطلب من المتحدة ان يكون لك التعاون ليس فقط مع دول مثل قطر وهي مرة اخرى تبين العالم بان تلعب دورا مهما في تسوية النزاع ولكن ايضا تحتاج الى حوارات مع تشكيلة واسعة من الناس من اجل التغيير السلمي ان الولايات ان المنتدى امريكا والعالم الاسلامي هو عبارة عن احد الامثلة لمثل هذه الحوارات والاحاديث فهو فيه مسؤولون حكوميون واكاديميون وناشطون وموسيقى وموسيقيون وكذلك من رجال الدين ومن كل الاديان تقريبا واجتمعوا ليناقشوا المشكلات التي تواجه الشعوب في العالم ان المنتدى ولم يحل كثيرا نعم ولكنه وجد اصلا لمساعدة الحكومة الامريكية والعالم الاسلامي لفهم بعضهم البعض خاصة بعد احداث ال 11 من سبتمبر لان هناك مكان يمكن ان يقدم لذلك وبالتالي فان هذا المنتدى يعمل على هذه الشاكلة من اجل يكون هناك انشطة جديدة وهذا المنتدى يتطور واكثر واكثر فهناك مجموعة عمل ومجموعات عمل تنطلق وتنبتق عن هذا المؤتمر او المنتدى لكي تتعامل مع القضايا المختلفة في الدول المختلفة وهناك اوناس كثيرون قد دخلوا في شراكات شراكات من في العالم لا نريد ان تضيع من هذه الفرصة لذلك نحن نعمل كمجموعة ومجموعة مختلفة من الرواد الاعمال والموسيقيين والعملين في الانشطة السياسية وغير ذلك مجموعة العمل هذا العام تحاول ان تحيي ما كان في تنبكتو في مالي والتي كانت مركزا للعلم والثقافة وكذلك كيف نعود الى عالم تنبكتو كمدينة في الصحراء الافريقية وكذلك ما فيها من تراث من الحضارة والثقافة الاسلامية معنا الرئيس المالي الذي انضم الينا هذا العام من اجل هذه المباثرة في شمال مالي هناك كثير من العنفة التي تم وهذا دليل على ان هناك يجب ان يكونك بحث للهوية الدينية في هذه المنطقة وفي منطقة الشرق الاوسط ايضا وبالتالي فان النقاشات هذا اليوم وغدا وبعد غد ستركز على هذا الموضوع ولكن الدين يمكن ان يكون عنصرا للدمج بين الناس وخاصة في منتدى هذا العام وبالتالي فان هذا المحور سيقدمه لنا الالبان هنا من خلال الرئيس الالباني الذي يتواجد معنا ونحن نتشرب بان رئيس البانيا موجود معنا في هذا المنتدى وكمثال قدمته البانيا فان الصراعات فوق الدين ليست حصرية او ليست موروثة في الدول الاسلامية في الواقع ففي الولايات المتحدة واوروبا التي دائما تتعامل بالتسامح الديني فانها لم تتعامل على اساس التمييز ايضا وبالتالي فان في تراث هذه الدول كثير اختاروا ان ينظروا في هذه التقاليد لكي ينحوا طرقا مختلفة واخرى من اجهد الحوار بين المجتمعات الاسلامية والعالم في اوروبا والولايات المتحدة ان الدين ليس السبيل الوحيد الذي من خلاله يمكن تشوية النزاع فهناك التركيبات السياسية والارقية وغيرها كلها قد تساعد بتشوية هذه النزاعات وحتى ان الاذيان نفسها تتعامل مع حلول غير دينية احيانا وهذا سوف يتم في الورشات التي تقدم لنا بما يخص الوضع في باكستان وحيث ان هناك كثير من الاختلافات والفروقات فاننا حافظنا عليها في هذا المنتدى من اجل ان يكون هناك تغير او تغير ايجابي هذا تم تبنيه من خلال ورشات العمل هذا العام والتي تحاول ان تعرف المبادئ الاسلامية في العدالة الانتقالية بعد ان ينتهي الصراع هوا الدانون هي القول بان البناء البداية هي بتقديم اه اطيب التحيات لسمو الامير ولمعالي رئيس مجلس الجراء الشيخ عبدالله بن ناصر وكالمنتدى بحد ذاته فان هذين الشخصين يقدمان يقدمان مسيرة جديدة لدولة قطر ونحن سعداء بالعمل مع دولة قطر وحكمة قطر في العقد الماضي ونأمل ان يستمر ذلك وايضا نحن ممتنون مع الصداقة مع ساعدة اه الدكتور خالد بن محمد عطية وزير الخارجية وهو شريكنا في كل خطوة نقوم بها والان اقدم لكم ساعد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة اهل ثاني وهو عنصر فعال في رؤية قطر وكذلك على تقدم قطر ورؤية قطر الفين وثلاثين نرحب بمعالي رئيس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرت صاحب السمو الشيخ تغيير من حمد عطاني امير البلاد مفدى احفظه الله ويرعاه اصحاب الفخام والسمو اصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوده البداية احييكم ورحب بكم جميعا في الدوحة لحضوركم ولمشارتكم في هذه الدورة المنتدى امريكا والعالم الاسلامي ما يأكس الاهتمام بالموضوعات اللي يعني به المنتدى على المستويين الدولي والاقليمي السيدات والسادة ان العالم يمر بلا الشك بفترة حاسمة تتطلب اليقظة والحذر لمواجهة التطورات والتحديات العالمية والاقليمية لا يسيما المشكلات المتعلقة بالسلم والامن والتي تواجهنا في اكثر من منطقة في العالم اذا شئنا مواجهة هذه التحديات بجدية فانه يتعين علينا ترسيخ مبدأ الحوار والعدالة ودعم العمل المشترك ولا يتعين ان يكون الحوار موجها فقط الى نبذ الخلافات وتغريب وجهات النظر بل يتعين ان يكون صورة سامية للتعاون البناء في مواجهة مشكلات النظر تواجه العالم كاختار تهديد السنو والامن وعدم تحقيق الاهداف الالفية ومشاكل التلوث ونقص المياه والتصحر والفقر وغيرها من الغضايا الاخرى وفي هذا الاطار يجب ان لا تختصر العلاقات بين الدول العالم الاسلامية والولايات المتحدة الامريكية عن المصالح مشتركة وانما ينبغي على شراكة الانسانية ولنعمل على تقوية نسيج هذه الانسانية التي سوف تساهم في ازالة التوترات والتناقضات من اجل عالم يسوج الامن والسلام والاستقرار لخير الانسانية جمعا ولا يشك ان التطورات العالمية والاغلمية خلال السنوات القليلة الماضية اثبتت صحة الرؤى والافكار التي نادى بها هذا المنتدى منذ بداية العقادة الذي لم يكن يختصر على النقاش فحسب بل شكل قواعد مهمة وحلول ناجح العديد من القضايا الاقليمية والعالمية الهمة السيدات والسادة ان الاسلام دين يدعو الى التعايش السلمي مع كل البشر في كل اماكن من العالم وينضع لذلك المعايير الدقيقة لضمان هذا التعايش فيما تحدثت بها ايات القرآن الكريم كما ان الاسلام يحمل البشرية كلها واجبا مسؤولية حماية الانسان وضمان امنه واستقراره وكفالة جميع حقوقه حيثما وجدته ان الواقع الذي لا يمكن اخفاله وتجاهله هو ان هناك تعاون على مستويات عديدة سياسية واقتصادية بين الدول العالم الاسلامية والولايات المتحدة الامريكية ويرجع هذا الى اوجه الالتقال المتعددة في العلاقات بين الجانبين والتي نستطيع من خلالها الاسهام في بناء السلام العالمي المنشود وهذا السياق فان تحقيق السلام العربي الاسرائيلي يمثل احدى ركايز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية ولا شك ان السياسات المتعنتة للحكومة الاسرائيلية عبر الاستمرار والتوسع في عمليات الاستيطان والمحاولات المتكررة لا يتداع على المسجد الاقصى وتقديم الحلول الجزئية التي لا تصلح تحقيق عملية السلام المنشودة كل ذلك ادى الى توقف وفشل المفاوضات السلام التي بذلت خلالها الولايات المتحدة الامريكية جهودا مقدرة وتعين ان لا يحبطنا توقف المفاوضات بل يتطلب الامر من المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية مضاعفة الجهود ثانية حتى يتحقق السلام مفق تسوية عادلة تستند على المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها وفق حل الدولتين التي تتمنى المجتمع الدولي بأسر باعتباره يشكل الحل الوحيد لهذه القضية عبر إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمة القدس الشرقية الحضور الكرام ان الازمة السورية تشكل خطرا حقيقيا على وحدة سوريا الشقيقة وعلى امن واستغرار المنطقة برمته يتطلب الامر تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف راقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق تطلعات المشروع للشعب السوري ولا شك ان هذه الازمة بشقيها السياسي والانساني تكشف عن عجل المجتمع الدولي في ايجاد حل سياسي لها حتى الان لذا فقد بات الزامن على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الامن واجب التحرك العاجل والحاسم باستار قرارات بوقف اطلاق النار للحفاظ على امن وحماية الشعب السوري واستغرار المنطقة باسرها ونتطلع الى مضاعفة الجهود من الولايات المتحدة الامريكية في هذا الشهن ختاما انني على يقين بان المستوى الرفي على المشاركين سوف يغني مناقشة اعمال هذا المتدى ويثريها بالعراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا لتحقيق اهدافنا ومصالحنا المشتركة متمنين لكم التوفيق والنجاح في مداولاتكم ومناقشاتكم في اعمال منتدكم هذا وطيب الاقامة في دولة قطر وعاصمة الغراء مدينة الدوحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية السيد وليام مكانز رؤساء الوفود المحترمين الضيوف والاصدقاء المحترمين السيدات والسادة أود أن أعبر عن سعادتي وسروري في الوقت نفسه لمشاركتي في منتدى أمريكا والعالم الإسلامي ويشرفني أن أخاطب هذا الحضور الكريم في هذا الصباح اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني على دعوته الكريمة والترحاب الذي قدمه لي وللوفد المرافق وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم أجمل التهاني وأحرها لدولة قطر ولمعهد صباح لدراسات الشرق الأوسط ولمعهد بروكينغز الدوحة لرسالتهم عن نبيلة التي تهدف إلى بناء الجسور التواصل والتعاون القوية ما بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة وما بعدهم الأصدقاء العزاء نفخر نحن الألبان بحقيقة أننا نعيش في مجتمع يتسم بتعدد الديانات وأكبرها الدين الإسلامي حيث يتعايش أتباع الأديان المختلفة معا ولقرور طويلة بسلام وانسجام ولقد أصبحت مقولة المفكر والشاعر الألباني أحد أبرز شعراء النهضة الألبانية القومية الشاعر فاسوس باشا عندما قال الألبانية هي دين الألبان وقد أصبحت هذه المقولة شعارا للشعب الألباني الذي كافح من أجل نيل حريته وصحوته القومية وقد أصبح هذا الشعار بيانا أيديولوجيا للحركة التي حققت استقلال الدولة كما أصبحت نداءا للوحدة في الحرب ضد دعاة تقسيم الدولة الذين حاولوا أن يقسموا الدولة وأصبح هذا الشعار يجسد التعايش الديني التقليدي وثقا للديانات المختلفة والمسلمون والأرثودوكس الشرقيون والروم الكاثوليك وأتباع هذه الديانات يعيشون أن التعايش في انسجام قد أصبح هو القيمة الأغلى والتي تمثل وتعبر عنها والتي تنظر إليها الدور النامية الأخرى وتتعلم منها وفي حالة ألبانيا الديانات الثلاثة مرتبطة بهذه الدولة من خلال وجودها فالنموذج الألماني للتسامح الديني والتعايش والانسجام يخدم أيضا باعتباره ركيزة أساسية لبنية الدولة الألبانية وأبرز قادة هذه المؤسسات الألبانية والإدارات الألبانية على الدوام من دون أي تميز تحيز ديني وحققوا هذا التوازن الذي ينعم به مجتمعنا واليوم هذا النموذج يمكن أن نجد هذا النموذج يتجسد ويعبر عنه في كافة خلايا ومقاومات المجتمع الألباني ولقد كان على الدوام وقد تعزز على الدوام من خلال مقاومة الدولة لعزلتها وحضر الأديان خلال الحقبة الشيوعية وكذلك التأثيرات المختلفة التي جاءت من الخارج خلال فترة الحرب ولكن نحتفل اليوم أعيادنا الدينية معا متجاوزين كافة الحزن والأسى الذي واجهناه في حياتنا لكننا لم نأخذ هذه الحقيقة كمسلمة فنحن ما زلنا واعين تجاه الأخطار التي تهددنا فالكاتب الألباني إسماعيل خضر المشهور جسد وصاغ هذه الحساسية بقوله إن الإنسجام الديني هو في قمة البنية ولكنه في الوقت نفسه هش وضعيف ونحن لا نقبل ولا نتقبل أي سلوك غير مسؤول أو تناسي أو عدم اهتمام بما يجعل هذا الكيان قويا ومتماسكا المجتمع الألباني والدولة الألبانية رغم أن الدولة هي تعمل على ضمان أن فصل السياسة عن الدين ولا يستخدم في سياق سياسي أبدا وقد برهنوا وخصوصا الشباب برهنوا على احترام الحدود الدينية واحترام بعضهم البعض ولذلك الناس لديهم التصورات الصحيحة تجاه الأديان الأخرى بشكل يمكنهم من تعاد تعلم مما توفره الأديان واحترام الإجراءات واحترام التصرفات والسلوكيات تجاه الأديان الأخرى والألبانيون لم يقعوا في فخ الصبغة الدينية التي سادت منطقة البلقان في التسعينيات من القرن الماضي فالنزاعات المسلحة والعنيفة التي قادت إلى تفكك دولة غزلافيا السابقة وكان من تأجيها السياسة الشوفينية الصربية والمصالح القديمة والتي تنامت في المنطقة وكانت الأهداف الدينية وكانت الدوافع الدينية هي التي قادت إلى هذه الحرب الأثنية وكذلك قادت إلى حشد الإرهابيين والمتطرفين والذين سعروا نار الحرب أكثر فأكثر وكانت جمهورية ألبانيا واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بمقدونيا وذلك بعد انفصالها من يغزلافيا السابقة والألبان في مقدونيا هم ينتمون إلى الدين الإسلامي وحدوا جهودهم مع الأرثدوكس الشرقيون في مكادونيا وعملوا معا على بناء هذه الدولة الفتية والألبان في كوسفو شكلوا هذه المقاومة السلمية باعتبارها مقاربة عملية للحفاظ على إنسانيتهم ضد موجة التطهير العلقي الصربي وتحقيق استقلالهم من بولغراد وبعد إعلان استقلال كوسفو في عام 2008 الألبان والذين يشكلون الأغلبية في كوسفو تعاونوا مع الصرب ومع الأقليات العرقية الأخرى لبناء الدولة الديمقراطية في كوسفو وفقا لأعلى المعايير التي تهدف إلى حفاظ حقوق واحترام الأقليات ورغم أن قبور الأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب خلال العنف أعمال العنف مع الصرب ليست معروفة إلى الآن ولكنها ما زالت حية في أذهاننا ولعلها تقود إلى تطبيع العلاقات ما بين كوسفو والصربية وذلك بهدف خدمة المنطقة بأسرها والألبان الذين يتوزعون في عدد من الدول بما في ذلك هؤلاء الذين يتواجدون في وادي بريشفو في جنوب صربية وكذلك في الجبل الأسود يدعمون من دون تردد العملية الديمقراطية حيث يتواجدون وهؤلاء يعملون على استثمار كافة الجهود في تحقيق السلام والصورة الجديدة لمنطقة الألبان السيدات والسادة السفير الأمريكي في ألبانيا ما بين عام 1930 و 1933 في تقريره إلى واشنطن كتب ليس هناك أي أثر لتمييز بين اليهود في ألبانيا ضد اليهود في ألبانيا لأن ألبانيا هي من الدول من المناطق النادرة التي يوجد فيها لا يتواجد فيها التمييز والكراهية الدينية وكلهم هؤلاء يتعايشون رغم تواجد أديان مختلفة ولعل هذه المراحضة الدقيقة من هذا الدبلوماسي الأمريكي الذي هو من أصول دينية يثبت في الوقت أنه خلال الأوقات السوداء من الهوليكوست الألبان عملوا على حماية اليهود المتواجدون في المنطقة وكذلك عملوا كملجأ لجميع اليهود الذين كانوا يفرون ويهربون من البلاد التي كانت تطهدهم والألبان لم يسلموا أي أي يهودي كان متواجدا على الراضي الألبانية وبعد وبعد في نهاية الحرب العالمية الثانية وعندما انهزمت إيطاليا ألبانيا استقبلت كافة الجنود الإيطاليين الذين كانوا آضان في الحافل رغم أنهم كانوا يحتلون ألبانيا وحمتهم من الاضطهاد النازي ولعل السلوك السائد هو يقوم على ميثاق الشرف وهو ما يسمى بالبيسا والذي هو متأصل في السلوكيات وينقل جيلا جيلا إلى جيل عبر القرون وهذا ميثاق الشرف البيسا وهو الذي المحافظة على العهد والحفاظ على كلمة الشرف وفي الممارسة العملية هذا يعني هو الاهتمام بأي شخص بحاجة إلى رعاية أو يواجه مشاكل وتوفير له الضيافة والأمن شارلس تيرفورد تيرفورد أريكسن أحد الدبلوماسيين والشخص الأمريكية المتميزة والذي عاش في ألبانيا من عام 1908 إلى عام 1939 كتب في عام 1922 أن أمريكا هي البلد الأعز وليس هناك أي دولة تشارك هذه المقامة ولعل هذا الشعور الطبيعي الذي عبر عنه هذا توماس ووندرو وولسون في خلال المؤتمر السلام في باريس أعطى الاستقلال لألبانيا في عام 1939 عندما خسرت ألبانيا استقلالها بعد الاحتلال الإيطالي وهروب الملك زونغ والذي تبعه حكم شعوعية وحقبة شعوعية امتدت عبر 52 سنة 52 سنة لم يدخل أي دبلوماسي أو أمريكي للدولة خلال تلك الفترة ولأكثر من 45 عاما التواصل ما بين ألبانيا والولايات المتحدة كان مقطوعا بالكامل ومحاولة وبدل الجهود لأنور خوجة والحكم الشعوعي حاول أن يضرب الأمريكيين من خلال إطلاق حملة غسيل دماغ ممنهجة لكن الألبانيين لم يتوقفوا عن حب الولايات المتحدة فقد اعتقدوا دائما في سيادة الاقتصاد الأمريكي والإمكانيات العسكرية والروح الديمقراطية والرغبة السياسية والقدرات الدبلوماسية وكذلك الإمكانيات القيادية في حربها لتحقيق مجتمع الديمقراطيين والولايات المتحدة وقفت دائما وكانت قريبة جدا معنا خلال الفترة الانتقالية الصعبة التي مرت بها دولتنا من نظام سياسي يقوم على حكم الفرد الواحد والحزب الواحد إلى دولة متعددة الأحزاب ومن اقتصاد مركزي إلى سوق حرة ومن ومن دولة معزولة تماما إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتسعى وتطمح إلى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي ولعل العلاقات الألبانية الأمريكية التي وصلت ذروتها في زيارة الرئيس جورج دبليو بوش في عشر يونيو 2007 والشراك اختبرت وأصبحت أكثر أهمية خلال أوقات الأزمات وأوقات الشك وعدم اليقين والمشاركة الدبلوماسية الكثيفة من خلال تدخلات عسكرية من قبل حلف شمال الأطلسي وبعد سنوات خلال البوسنة والهرسك وكذلك بعد سنوات قليلة في كوزوفو واستقلال كوزوفو يحمل بصمة أمريكا ودعمها السيدات وسادة العلاقات الأمريكية الألبانية هي تقوم على علاقات إنسانية قوية تمتد عبر أكثر من قرن كامل وهي تتسم بالأبعاد المختلفة والأثر والسياسة الأمريكية في البلقان وكذلك الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة ودولتنا وشعبنا يشتركون بقيم ومبادئ مشتركة وهم على جبهة واحدة في الدفاع عن السلام والحرية والديمقراطية أينما كانت وأينما تواجدت ولذلك تحالفنا الاستراتيجي وشاركتنا هي قوية وصلبة رغم كل التحديات والصعوبات ولعل النموذج الألباني لتعايش الديني وأقبول الآخرين الذين قد يختلفون عنا ورغم أننا نشترك في نظرة واحدة تجاه عالم مسالم يعيش فيه كل الأديان والأعراق والثقافات والشعوب في انسجام والولايات المتحدة بلا شك يجب أن تكون في مقدمة جهودنا تجاه عالم الغد وهذه الدولة تمثل النموذج الأفضل لمجتمعنا خليط حر ديمقراطي متعدد العراق متعدد الديانات متعدد الثقافات وهذا المجتمع المجتمع الأمريكي بتشكيلته يمكن الولايات المتحدة بأن تعرف أكثر وتعمل على إنشاء الروابط بين الدول المختلفة والشعوب والثقافات في العالم وفي هذا الإطار وفي هذا الروح أتمنى لهذا المنتدى النجاح ولجميع من تمكن من تحقيقه وعقده وأتمنى النجاح لهذه المهمة التاريخية التي تجمعنا رغم اختلافاتنا شكرا لكم شكرا لكم وحرية مالية شكرا لكم وحرية مالية وحرية مالية لكم شكرا لكم الشيخ تميم بن حمد الفاني أمير قطر سعادة الوزير الأول وزير داخلية قطر الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر الثاني سيداتي سادتي سيدي رئيس جمهورية ألبانيا رؤساء الوفود رؤساء الوزرات أيها الحظور الكرام سيداتي وسادتي اسمحوا لي أولا أن أعبر عن تشكراتي الكبيرة جدا لسمو الأمير شيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على دعوته الكريمة التي وزجها إلي شخصيا لكي أحضر هذا المؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي لهذه الموسم لهذه السنة أنا لم أكن مفاجأا بهذه الدعوة لأنني نعرف كرم الشيخ تميم سمو الشيخ يحترمني كثيرا ولدي معه صداقة كبيرة جدا وأنا أشكره على ذلك أريد أن أشكر أيضا سموه سمو الشيخ تميم على كل الذوق الذي أبداه وعلى كل المحبة التي حظاني بها واستقبلني بها في مدينة الدوحة هذا أيضا مطابق تماما للكرم والقيم الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي تتجسم في السلوك وفي سياسة الشيخ تميم سيداتي وسادتي أمامنا كثير من التحديات في عالم يتغير دائما وأبدا في حراك مستمر وفورم الدوحة ملتقاء الدوحة عرف كيف يحافظ على المجهودات الكبيرة جدا التي يقوم بها لتقريب الشعوب فيما بينها ولكي تتعارف الشعوب مع بعضها وتتبادل الثقافات أن ملتقاء الدوحة عرف كيف يحافظ على أهم الأشياء وأهم الأهداف التي ضبطناها وهي أولا الرغبة في بناء عالم عادل باعتمادنا على التحاليل المختلفة لكل المكونات وكل الأشياء التي تساعدنا على التأكد من التطور الذي نريد أن نصل إليه هذا الملتقاء يكون اليوم النجاح التام للحوار حوار الأديان وحوار الثقافات وكذلك التسامح والأمن والتضامن وكل هذا في صالح التطور العالمي لكل شبابنا إنه من المهم ومن الأساس جدا أن نواصل معا مع بعضنا هذه المجهودات لكي نبني عالما سليما عالما تسوده العدل وفي هذا النطاق أن نعيش مع بعضنا في الكرامة هذا يكون الهدف الأساسي الذي نريد أن نصل إليه كل شعب يكون محترما لغيره ويطبق العدالة ويحارب الفقر والتعاسى سيدتي وسادتي نحن نعيش في عالم يتغير دائما مثل ما قلت والبشرية كلها مهتمة بهذا الموضوع وخاصة بمشكل الأمن الذي هو مهدد وأكثر من أي وقت مضى كثير من الحروب الآن تملأ العالم وكثير من الإرهاب يملأ العالم في كثير من الأماكن وهو يصعد في صعود مستمر ليس يوجد هناك أي بلد في مأمن من هذا الخطر نحن لدينا فرصة هنا بأن نجد حلولا نساهم بها لردع هؤلاء الناس وخاصة الدول التي تحتاج إلى مساعدتنا من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية مثل بلدنا نحن الذي هو يشكو يشكو الإرهاب ويشكو بعض العهات الاقتصادية نحن نحارب العبث ونحارب الإرهاب لنتذكر أن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث المسلم الحقيقي هو المسلم الذي يسلم الناس من يده ولسانه إن عدم التسامح هو الذي يغذي الإرهاب وهو معاكس تماما للقيم الإسلامية وفي هذا النطاق اسمحوا لي أن أذكركم هذه الكلمة لمانويل كونت العدالة هي احترام الغير واحترام الغير لك وهذا ما يضمن الكرامة الإنسانية مهما كانت الظروف التي تعيش فيها ومهما كانت الخلافات التي تكون لك مع الناس أن نخلق ظروف لمحاربة الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي علينا أن نواجهه اليوم في سبيل نشر السعادة ونشر العدالة ونشر الأمن ولا بد أن نكون واقعين في هذه وبراجماتيين في هذه النقطة بالذات نحن إذن مدعون إذا إذا أن نبتعد وأن نمحو خلافاتنا لكي نلتقي في محاربة هذه الآفات علينا أن ندعم التعاون الجهوي والعدو والدولي والمحلي والعالمي هذا ممكن الآن وهذا مهم الآن في هذه اللقطة في هذه اللحظة وهذا حياتي جدا يعني أن الديمقراطية تفرض علينا أن نتحرك تحركات جديدة وتحركات تمكننا من فرض الديمقراطية والعدالة سيدتي وسيدتي أننا في حاجة إلى السلم وحاجة إلى الأمن في العالم ولكن منطقة الساحل الذي ينتمي إليها بلدي في حاجة كبيرة جدا إلى السلام وإلى الأمن وإلى في 2012 بلدنا انقسم إلى قسمين وهناك فرق من الإرهابيين يعتقدون الإسلام أو يدعون الإسلام وأكثرهم كانوا مجرمين وكانوا دائما وبدان يريدون أفك وريدون ضرب وحدتنا الوطنية أنتم تعرفون أننا من أقدم البلد البلدان المسلمين المسلمة والمالي هو بلد إسلامي من عام 1045 في القرن الحادي عشر ومنذ ذلك الوقت ونحن أرض إسلام منذ 1045 وأكدوا على ذلك 1045 منذ هذا التاريخ إلى الآن لم يتوقف قدوم المسلمين إلينا من الدول العربية ومن بلد الحرمين الشريفين إذن أرضنا هي أرض قديمة في الإسلام متأصلة في الإسلام ومالي منذ قرون بلد مسلم نحن لسنا بلد داخل على الإسلام من جديد من عدة سنوات أو حتى عدة قرون لا نحن مسلمون منذ عدة القرون عديدة ومتواصلة وما يقولونه ما يقولونه عن عدام الإسلام أو ضعف الإسلام في مالي خطأ كبير جدا وتوم بكتو توم بكتو هو بلد مسلم توم بكتو أم الحضرات توم بكتو أم العلم توم بكتو التي فيها مكتبة إسلامية عالمية هذا البلد هذه المدينة توم بكتو نحن فخورون بها في مالي كانت على قابة قوسيني أودنا من أن تخرب بسبب هؤلاء الإرهابيين الذين تحدثت عنهم كانوا يريدون أن يمحوا آثار الإسلام في بلدنا وقد فعلوا من هذا وقد ذهبوا بكثير من الآثار الإسلامية وحرقوها ونحن واجهناهم وأقول لكم أن هذا كان إجراما في حق توم بكتو هؤلاء المجرمون تحركوا بخبث من المنطقة الساحلية وحرقوا كثير من الواحات واستقروا في بعض الجبال في المنطقة وقد استغلوا حسن ضيافة سكان تلك المناطق وانطلقوا منها لكي يقسموا بلدنا لكي يحاربونا وبالتوازي مع ذلك وبكل بذاءة حاولوا أن يشقوا البلد وقتلوا أناس وشردوا أناس وكان هناك كثير من الضحايا وكثير من المساجين ومن الرهاء أطفال شيوخ نساء بدون بدون دفاع لقد أثبتت الأحداث أنهم لم يكونوا مسلمين أبدا وليست لهم أي شعور إسلامي وليش شعور حتى ديني عموما كانوا مجرمين يرمون أساسا إلى تقسيم مالي بدون أي ثمير كانت نيتهم أن يقسموا بلدنا وأن يجعلوا من بلدنا مركزا للإجرام يعتمد على الإرهاب أساسا وعلى تحريك المخاطرات ترويج المخاطرات بجميع أنواعه ترويجه بين الأطفال وبين الشباب وهذا معاكس للإسلام تماما لقد واجهنا هذه الأخطار وهذه التصرفات التي لا تمتوا للإسلام بشيء كانوا يرمون إلى شراء البلاد بالمال وبالمخاطرات كل الأماكن التي كانوا ينشطون فيها هي أماكن الفقراء وأماكن الجهات النائية لأنهم كانوا يعتمدون على أموال كثيرة هذا كله حدث في الساحل في مناطقنا ولكن الآن وغدا لقد حاولوا أن يذهبوا إلى شمال إفريقيا وحاولوا أن ينتشروا في بلدان أخرى عن قريب سوف نقضي عليهم تميما نهائيا ولكن حذاري أنهم انتقلوا إلى شمال إفريقيا وربما يأتون إلى الخليج في وقت من الأوقات انتبهوا جيدا كذلك لقد لحظنا أن في أمريكا هناك بعض من نشأ في هذه الظروف ظروف الإرهاب قد عادوا إلى بلدنا أيضا وبدأوا يتاجرون بالبشر ويتاجرون بالمخدرات وقد أخذوا رهاء شعبنا رهينة بهذه التصرفات المسلم لا يمكن أن يكون نائيا لا يمكن أن ينشر الكرة لا يمكن أن ينشر التفرقة لا يمكن أن ينشر الاختلاف لا يمكن أن يسيل دم أخيه المسلم أبدا في هذين السنتين الماضيتين مالي وجد نفسه بلدي مالي وجد نفسه مواجها لهذه الحركات الإجرامية الإرهابية ولمرويجي المخدرات التي يختبئون وراء الإسلام هذا الإرهاب يحظى بإعانات خارجية لابد أن نعرفها ولابد أن نواجهها أيضا خاصة في تجارة المخدرات نحن نؤكد أننا الآن في حرب شاملة ضد هؤلاء الناس ضد هؤلاء المجرمين ضد هؤلاء الإرهابيين نحن دولة نريد أن نكون ملتقى حضرات مالي بالطنبكتو العزيزة كان دائما وأبدا بلدا إسلاميا ومهدا للإسلام الآن بلدنا في خطر سيداتي وسادتي أرض الإسلام مالي في خطر الآن وسيبقى دائما وأبدا بلدا مسلم هؤلاء الناس خلقوا لنا كثيرا من المشاكل وبعثوا شيئا من الشك في بعض الأطفال الذين ولدوا في الإسلام وحتى من الشباب الذين عاشوا دائما وأبدا مسلمين لذلك في 2012 هذا النوع الجديد من الإرهاب حاول أن يحتوي شبابنا وهذا ما دفعنا إلى أن نقف أمامهم وقوفا جديا جدا بقلوب إسلامية وبقلوب يدفعها الإيمان نحن المسلمون الحقيقيون وأنتم أيضا مثلنا المسلمون الحقيقيون نندد ونحارب مثل كل هذه التصرفات نحن في صف الضعفاء نحن في صف الفقراء نحن نريد الوحدة نريد أن نعين الجميع نعين الجار ونعين المحتاج سيدتي سادتي في محاربتنا للحفاظ على الكرامة واحترام الأديان لقد سجلنا إعانة أو وقوف المجتمع الدول كله معنا المجتمع المدني كله والمجتمع العالم كله وقف إلى جانبنا لأنه عرف قيمة الخطر الذي كانت يجتاح المنطقة الساحلية لبلدنا ويجتاح القارة الإفريقية ويجتاح العالم أريد أن نعبر عن شكري لكل من عا ساعدنا وكل إخواني للمسلمين الذين ساعدونا وحتى غير المسلمين وأريد أن أذكر أن مجلس الأمن في القرار 2100 قرر مساعدة مالي لمحاربة الإرهاب وإعانة أصدقائنا الذين ساعدون على تحرير بلدنا تدخل فرنسا كان مهما جدا وساعد على إيقاف الإرهابيين ولكن هؤلاء الإرهابيون لم ينتهوا إلى الآن لم ينتهوا نهائيا لم نقضي عليهم نهائيا لحد الآن لذلك أريد أن أقول لكم أن الوضع مالي تحسن لا محالة في الوقت الحاضر ولكن شيئا فشيئا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجتمع الدولي الذي ساعدنا كثيرا ولقد عشنا أزمة كبيرة جدا كنتم شاهدين عليها كلكم في شهر أغسطس وشهر يوليو 2013 نظمنا انتخابات وكان هناك انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وأعطت نتائجها والحكومة أعطت رئيس مؤقت ثم مجلس شورى أو مجلس برلماني أيضا في نوفمبر ديسمبر في مالي ونحن الآن نبني دولة ضد الحرب دولة مع السلم ومع الإسلام وقد حققنا انتسارا لا يقل قيمة على انتسارنا ضد الحروب التي عانينا منها لا بد العين تبقى دائما تنظر إلى الماضي وتنظر في نفس الوقت إلى الحاضر والمستقبل ولكننا ننظر أكثر الآن إلى المستقبل ونريد خلقا نريد مجتمعا يخلاقا نريد مجتمعا ذكيا نحن لدينا ثقة كبيرة في شعبنا ولدينا اقتناع كبير جدا أن بلدنا سيجتاز كل هذه الصعوبات وسيعود إلى قيمته وسيعود إلى إشعاعه بالعمل وبالحب وبالإسلام وبلدنا سيكون دائما وابدا متجهة نحو العلم ونحو السعادة ونحو القضاء على الإرهاب القضاء على الإرهاب في شمال مالي وسوف نحاول أن نسحل كل ما يدفعنا إلى تحقيق كل هذه الأهداف نرجو نحن عيوننا متجهة نحو الشمال ونحو جو وتنبوكتو أيضا الهدف هو أن نجد أحسن الوسائل التي نقضي بها على الحاجة ونقضي بها على الفاقة في مالي وفي جارنا السومال في وجد جو سجلنا اتفاقا وقعنا اتفاقا عام 2013 به الحكومة تعطي ثقتها تامة في مختلف الأحزاب وقد حررنا كثير من السجناء الذين ظهرت براءتهم فيما بعد وبنفس النية أنا سميت ممثل لرئيس الجمهورية متخصص في الحوارات مع كل الأطراف المعنية لكي نصل إلى الحلول عن طريق الحوار وليس عن طريق التصادم وقد بدأنا نمح شيئا فشيئا آثار الحرب وآثار الاختلافات التي مرت بها بلدنا في السنتين الماضيتين سيدتي وسادتي منطقة الساحل هي الآن تعيش في فترة غير مؤمنة تماما ليس هناك كثير من السكان في هذه المنطقة وظروف المعيشة صعبة جدا في تلك المنطقة مالي مالي هو بلد فيه كثير أكثر من مليون كيلومتر مربع وفيه كثير من مناطق الصحراوية ونحن مقتنعون أن الحل الشامل هو الوحيد الذي يخرجنا من الأزمات التي نحن فيها والمجهودات الاقتصادية والإعانات التي ستسمح لنا بأن نخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه ونحن نحيي برنامج الأمم المتحدة للساحل المالي وأنا أدعو كل المجتمع الإسلامي والمجتمع المدني بأن يساعدنا في ذلك إن الإنسان دائما وأبدا يبحث عن السعادة ويبحث على تجنب الفقر وتجنب الحاجة وتجنب الفاقة والمدار أو السياق الدولي الآن فيه كثير من التباعد بين الناس وهذا التباعد سببه الثقافة وتببه الأديان لذلك أقول أن توحيد العالم في هذين النقطتين يمكن أن يساعدنا على أن نصل إلى عالم أكثر سلاما وأكثر أمنا وأكثر تمازجا في الثقافة سيداتي وسادتي علينا أن نبعد الأجيال القادمة أن نبعدها عن هذا الورث الثقيل وورث التباعد وورث الفرقة وذلك بحل كل المشاكل التي تعترضنا الآن لذلك لنجتمع جميعا ولنجمع قوتنا لكي نخلق مجتمعا يحمل الرجاء ويحمل الأمل هذا هو ما سيسمح لنا بأن نؤكد ونؤمن لمجتمعاتنا القادمة شبابا أو مجتمعا قويا ومجتمعا متلاحما سوف نجتمع في شهر أغسطس حول الرئيس أوباما لكي نتكلم عن كل هذه المشاكل في بلداننا وفي العالم كله هو السلام في العالم كله أحد حكام مالي في السابق حاول أن يجتاز المحيط الأطلانتي اسمه أبروكري ثنين وقصته معروفة جدا وقد تحدث عليه حتى بعض الكتاب الروسيون هذا ما يدلكم على أننا من الأول كنا نرجو ونطمح إلى الوحدة وإلى الاتفاق سيدتي وسادتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا